تستعر الحرب بين إسرائيل والحلف الإيراني على التراب السوري منذ عدة سنوات تستهدف تل أبيب مواقع لإيران وأذرعها العسكرية بشكل مستمر بهدف تدمير قدراتها العسكرية حسب ما تعلنه تل أبيب يقول موقع والى العبري عن مصادر أمنية إن إسرائيل قصفت عشرات المواقع العسكرية لحزب الله في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن خلال السنوات الثلاثة الماضية دمرت خلالها مخازن أسلحة كانت تقوم إيران بإيصالها لحزب الله عبر الأراضي السورية تستمر إسرائيل بالقصف وتصمت إيران وحزب الله على الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع الحزب في سوريا ما يزيد من صعوبة العمليات اللوجستية ضده وتساعده في الحصول على موطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان المحتلة والمثلث الحدودي مع الأردن ما يشكل خطرا على الحدود الشمالية لإسرائيل تشير مصادر عبرية إلى أن الحزب كان يخطط لهجمات تستهدف الجبهة الداخلية لإسرائيل بمساعدة إيران عن طريق أسلحة تصله من طهران بحرا وبعضها يصل برا وجوا وتمر عبر قوافل إلى هضبة الجولان المحتلة ما يجعل تلك الغارات التي وجهتها تل أبيب إلى حزب الله وإيران في سوريا تهدف إلى قطع الطريق على إيران وذراعها العسكري في سوريا للحد من قدراتها العسكرية فهل تنجح تل أبيب بتقويض قدرات إيران وحزب الله العسكري في سوريا؟ بعد أن أصبحت تسيطر على مواقع حساسة في الجنوب السوري